اهلا بكم حلقة جديدة من رقم 10 زي ما احنا متعودين دائما هنا في رقم 10 استعدادات نادي الاهلي ونادي الزمالك كواليس نادي الاهلي ونادي الزمالك اخبار حصرية هنا في رقم 10 خلونا نبدأ سريعا طبعا النهاردة اخبارنا كتيرة كواليسنا كتيرة والمعلومات هنا النهاردة كتيرة جدا 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 وحصرية نبدأ بالخبر الابرز وهو نص بيان مجلس ادارة نادي الزمالك اللي اصدر بيان بيعلن خلاله خوض مباراة نهاية السوبر المحالي امام الاهلي المقرر لها غدا ان شاء الله الخميس في دولة الامارات العربية الشقيقة تعهد اللي نادي باتخاذ كافة الاجراءات الصارمة من الناحية القانونية والادارية والتأديبية الكفيلة لرضع كل من شارك او تسبب في هذه الازمة خلونا نقرأ معكم نص بيان مجلس ادارة نادي الزمالك اللي وجه يعني حنعلق عليه بعد ما نقرأ نص البيان البيان بيقول ان احنا مجلس ادارة نادي الزمالك بيؤكد برئاسة طبعا كابتن المحترم كابتن حسين لبيب وجميع اعضاء مجلس الادارة على احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا وجميع اجهزتها كما يؤكد مجلس الادارة على احترامه للقضاء بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واحترامه لجميع قراراته واحكامه ويؤكد ثقته التامة به كما يعرض مجلس الادارة عن اسفه الشديد وعن اعتذاره عما وقع من أخطاء غير مقصودة من أي فرد من أفراد بعثة الفريق وأننا نكن لدولة الإمارات العربية الشديدة الشقيقة كل الحب والاحترام لسيما وأن جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لم تتدخر جهدا لتسهيل وتيسير عمل البعثة وأن أعضاء البعثة بالكامل يتم التعامل معهم بكامل الاحترام والحيادية وأن جميع أجهزة الدولة من تاريخ وصول بعثة الفريق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهم يتلقون معاملة راقية من كافة الأجهزة المعنية وتذليل كافة العقبات لم تواجه البعثة سوى الحب والتقدير والاحترام من جميع جهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة البيان موزون جدا خلونا نقرأ في لسة صفحة أخرى يؤكد نادي الزمالك ومجلس إداراته أنه وانطلاقا من أواصر المحبة والاحترام والتقدير الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا واحتراما لتعهداتها يؤكدون على خوضهم المباراة النهائية لكأس السوفر المصري احتراما وتقديرا للجهود المبذولة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتصميما منهم على إنجاح هذه النسخة من البطولة تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأجهزتها المعنية قاموا على تنظيم البطولة الحالية والبطولات السابقة بأقصى درجات الاحترافية مطابقة للمعايير الدولية من الناحية التنظيمية وجودة الملاعب وحسن وكرم الضيافة والتي ليست بغريبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ذات السياق ينفي مجلس إدارة نادي الزمالك رئيسا وأعضاءا أنهم ودي حتى مهمة كان في السياق ذاتي ينفي مجلس إدارة نادي الزمالك رئيسا وأعضاءا أنهم قد أدلوا بأي تصريحات أو بيانات من التي تنقلتها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وأن أي تصريح نسب لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة هو أبعد ما يكون عن الحقيقة ولا يمثل نادي الزمالك ولا يعبر عن وجهة نظر محرره فقط ولا يعبر إلا عن وجهة نظر محرره فقط كما يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة من ناحية القانونية والإدارية والتأدبية الكفيلة لراضع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة نص البيان نص أعتقد أنه موزون جدا ومكتوب بشكل عقلاني وشكل حكيم جدا بينسب أو ينسب الفضل لدولة الإمارات العربية الشقيقة من حيث التنظيم من حيث أدارة هذا الحدث المهم كأس سوبر المصري وبعيدا عندها يا جماعة دولة الإمارات يعني إحنا بنحبها وهم بيحبونا قيادة وشعبا أتمنى أن الموضوع ينتهي زي ما البيان طلع وهي مشكلة أو أزمة غير مقصودة ترجمة نانسي قنقر